بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي على ثالث حصة في حل اسئلة كتاب المعاصر بالنسبة لشابتر فور اللي هو بعنوان اكسكريشن طبعا صباحة 37 في اسئلة كده في وسط الكلام يعني يعني ايه من الجمل دي بيبقى صاحب او بيبقى متطفق مع عملية الاخراج في النبات ان في النباتات اللي فيها في التربة يعني بتعيش في التربة فيها كالسيوم كتير تساقط لوراق معناها ان عملنا بالكالسيوم تم الشرط ما ممكن لوراق طوع وما يكونش في كالسيوم اه فروم يعني غياب الكالسيوم يقل المعدل لتساقط ما لوش علاقة اه جملة دي صح انه بتخلص من الكالسيوم عن طريق ان تطرد او سكوط الاوراق اه ما بيحتاجش الكالسيوم لان ما بيحتاج كالسيوم طبعا فطبعا خلاص اجابت السؤال ده كده سي ممكن يتخلص من كل نواتج الكاتابوليزم خلال عملية طيب ممكن يستخدمهم في عملية وممكن يستخدمهم في يعني ممكن يستخدم زي مسلا ما خدنا ان الكاربون ديوكسايد والووتر اهي نواتج الكاتابوليزم اهي بس بيستخدمهم في تصنيع الكاربوهايدريت في عملية صح? وخدنا كمان المواد النتروجينية بيستخدمها في تصنيع البروتين صح? يعني مش بيستخدم مش لازم يعملهم ممكن يستخدمهم يعملهم ممكن يعملهم ايه? طيب شوف سؤال تانسا واحد ثمانية وتلاتين كل دول صحي معادة الهايدا سود موجودة في كل البلانت بارت لا موجودة في الليفز بس يبقى ديه ديه الغلط الووتر اجزت فروم هيدا سود انزافور مفوتر دروبس اه طبعا الستومت اوفليبز ار اوبين اند كلوز طبعا الووتر اجزت فروم زاستومت انزافور مفوتر فيبر ايه طبعا فيبر صح يبقى القول ديه هي الغلط حاجة من دول متخلقش عن طريق الستومتا الاكسين لا بتخرج كربون نкольش تمام بيور ووتر تمام طبعا يا الستومتا بتطلع ووتر فيبر فالفيبر ما فيوش ايي الوسوت تماما ال monet دي مش هتطلع عن طريق الايه الستومتا لكن تطلع عن طريق مع الهايدا سود تماما في شكل ووتر دروبس اشان بتحتوى على ال pontos المورد ت 가져 tryna ترانسفاريشن اللي بتحصل فيه يا ديه في الليفز بوسوا يا ديه في صح قل لي صح. دي صح. عشان بتحصل عن طريق اللي هاي ده السود اللي موجودة في الليف زي. انما بتحصل عن طريق مين? الاستومتا. طب ما انت خدت ان الاستومتا موجودة في الليف? وموجودة فين كمان? في الاستيم. تمام? وكمان خدت ان الترانسبريشا ممكن تحصل عن طريق الكيوتين. والكيوتين ده برضو موجود في الاستيم برضو. اللي موجود في الليف. وموجود في الاستيم. وهو الاستيم اهو. وكمان بتحصل عن طريق الزوح عن طريق ساعات البحثة والسابق takeaway بتاع الهراه اللي هي الهـ الواد استم صح? يبقى اهو. لا على طريق lasstomat الي إلي في الكنيس التم والكيوتيين اللي موجود في طبيعية الكنيس التم. تمام? او الكيوتيك اللي بت Bill� في الخسطuts للنتيكل بتاع الكنيس التم يبقى ازا الجملة دي غلط تقول لا لانه الترانسفاريشن ممكن تحصل عن طريق الستومage بتاعت الكنيس التم أو الكيوتيك اللي في مطاعة الاستتم او اللي في الكنيس التم. لو الجزولة دي فهى مشكلة ممكن تراجع الصوح. السواب حت واحد واربعين فيها سؤالين. عايز نقل الووتر حلو. هنبدأ منين؟ من الروت هير. تمام؟ الروت هير هين المايل ايه؟ الزيلم ولا الروت سيلز؟ هو الروت سيلز ادق يعني الروت هير يخش الروت بقى ماشي. يبقى الوقت عندي بي ودي. طيب ده يخش في الميزوفيل الميزوفيل بي اسمها هلا هو اللي هيروح للزيلم وله زيلم بس زيلم بس. وبعدين كتب لك هنا الروت سيلز لباليسيد والسبونجي. وهل يروح للزيلم تمام فكتب لك اهو روت هير ونروح للروت سيلز. وبعدين زيلم طب هو ماشي في الزايلام. وبعدين نروح بقى للميزوفيل اللي هو طبقة الميزوفيل اللي هتعمل بها ايه الفوتو سينسز او اه تستفيد منه بعد كده. يبقى اجابة هي دي. ليه? هيود على على الزايلام. اه اللي هيمشي فين في اللي هتطلع على المية وبعدين توصل لايه? للميزوفيل اللي في اللي في اللي هو الباليسيد والسخونجي عشان تستفيد من المية والسولتز دي في الفوتو سينسز وغيرها. الرسمة اللي قدامك. طيب هو جايب هنا ايه? هنا دي والتانية سرايان الايه? معادر سرايان المية في السمن. طيب اكيد كل ما عملت خروج المية النباتي بخر مية كتير يسحب مية كتير. فكل ما زيت لاي معاها سحب المية بيزيد. كل ما تقلت لاي معاها سحب المية بايه? بيقل. منطقي ده الكلام ده. الطبعا واضح ان هو بيزيده بايه اللي هو? بجملة دي غلط. زي الزنور اللي ايشن الووتر فلو والتانسفريشن غلط طبعا ده كل ما التانسفريشن تزيد محي التانسفريشن اصلا اللي بتساعدك في صعود المية في الستيم. يقى في علاقة ما بينهم. طيب نكمل. ده هايست فلو اف ووتر انزاستيم. اعلى فلول الووتر. اللي هي المنقطة دي. اقل من اعلى والله الجملة دي صح. التانسفريشن ريت كان لوت ريتش زيرو. لما هو بيوصل زيرو اهو. هي الجملة دي اللي صح. انه اعلى فلول المية اهو اقل من اعلى الجملة دي صحيحة فعلا. عشان مسلا دي عند عشرة دي اقل من عشرة شوية المنقطة. بص هنا. والمكسلم هنا. بص يعني دي اقل من دي. فالجملة هي اللي صحيحة. ايه العلاقة بالتانسفريشن ريت والتمبريتشر? طبعا كل ما ترتفع درجة حرارة الاتموسفير او النبات يعني حتى او درجة حرارة برا عالية درجة حرارة اه درجة هتقدر لتفع درجة حرارة النبات فتقدر لزيادة معدل الترانسفريشن. وهي علاقة بينهم ديريكتلي. كل ما تزيد التمبريتشر بزيد الترانسفريشن ريت. ايه شؤال بقى هنا مش واضح اصلا هو عايز ايه واللي عامل ايه? هو كاتب هنا التجربة دي بتثبت معدل الترانسفريشن في فرعين من النبات. بس الواضح ان في فرع فيه ليفزي وطاني ما فوش ليفزي. فمؤكد ان الفيليفز ده هي ايه هيعمل ترانسفريشن كتير. تمام? فهيسحب مية هنا كتير. تمام? فمؤكد ان المية اللي هنا دي هتقل. فهيحصل التغيير في المستوى بتاع الايه? السيرنجة دي اللي حاطيتها. لو مش عارفوا حات ايه يعني حاجة كده بيقس بيها يعني. تمام? اه معدل خروج المية. تمام? فاللي هيحصل ايه? هو كان كتاب لك هنا الاتنين تلاتين. خد بالك. ده ما فوش ليفزي كتير. بس في استيم. الاستيم هيفقد عن طريق الكوتين. وعن طريق الايه الاستوماتة. واحد يقول له تابقوا لانتك ايه? لا لانتك تبقى في الوود استيم مش في الهربشيا استيم. في الشجرة. الحاجة اللي تخينا قوي. مش في الحاجة الطرية النباتات الطرية لزي دي. فهيحصل عن طريق الايه? الاستوماتة اللي موجودة في الاستيم وعن طريق الايه الطبقة الكوتين. بس بنسبق للايه الاوي. هنا في ليفزي في استوماتة كتير. فأكيد هيحصل معدل خروج المية هنا كتير. تمام? هنشوف كده كاتب ايه? اهو. بعد ثلاثة ايام طبعا هيحصل اكيد تغيير في مستوى المية. ففي النبات رقم اتنين ده مستحيل رقم تلاتين ده يفضل زي ما هو. فكده دول تغير بيع عندي رقمين ده خمسة وعشرين وخمسة وعشرين. الاخيرة هتستبعدها لان مستحيل يكون تغير واحد زي تغير اتنين. يعني مستحيل يكون تغير واحد حصل فيه اه انه فقد فقد ايه بص كده سواني. مستحيل دي تكون فقدت مية زي دي. لان دي فيها ليفزي ما فيهاش فكده هتستبعد كمان ايه? اه دي. فالاجابة الصحية هي سي بالاستبعاد حتى ايه. انه دي هتفضل زي ما هي قوي عشان يعني معدل فقدان فيها قليل قوي عشان استوماتة دي اللي فيها ليفز هي اللي يحصل فيها تغير. فاصح ايجابة طبعا سؤال غريب جدا. بس اصح ايجابة هي دي. نخش كده في الاسئلة بتاعة الجزء ده طبعا يعني بصراحة من ارخم الاجزاء اللي عليها اسئلة الجزء بتاع المعاصر ده. بس انا هنحل يعني مع بعض كده واحدة واحدة وان شاء الله خير يعني. Gonna. من في دول لا تماشى خد بالك دوزنت ايه اي 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 في النبات. الكيوتيكو لير زاد كآف ايبوديرميز. دوزنت بريفين تنسفاريشن هي كآفر وبتمنع وبتمنعش التنسفاريشن تمام? مافيش مشكلة دي صح. ال ريت اوف اكسكريشن داستيات وزاريته في كاتابوليزم. معدل الاخراج ماليش علاقة بالكاتابوليزم غلط طبعا. لايه دي لا تتماشى. ليه بقى? لان معروف ان كل اما الكاتابوليزم تزيد يبقى نواتج الاخراج تزيد. يبقى الاتنين في معلقة بينهم. تمام? الهايد ده صوت برمينتالي اوبن. مفيش مشكلة. تمام? مفيش مشكلة جملتين دول صحيح لانا ايه? هي بالغلط. ده بقى تقدر استخدمهم. المية والكربو ناكسات قلنا بيستخدمهم في عملية السولتس والنتريجنا سويس. النتريجنا سويس بيستخدمها في البروتين زي السولت بقى هو اللي بيستخدمهاش. بيتخلص منها عن طريق الروت وعن طريق اليف وكده. من البلانت جيت ريت اوف كربو ناكسات سرو ايه? النواد بيخلص من الكربو ناكسات ايه اما عن طريق الروت. تمام? اهو كتاب لك اهو الروت. وعن طريق الستوماتة صح? الروت ترانسبراشن خاصة بلوت الفيبر فدي غلط. ودي غلط. والجوتشن خاصة بالآ بالآآ بالووتر دروبس. فالصح اجابها الروت والستوماتة. الروت آآ مكتوبة اصلا الكربو ناكسات بيفلو عن طريق الروت. اه وعن طريق الستوماتة. طبعا بالديفيوجن. سم بلانت جيت ريت اوف اكسس كالسام باي اتس اكيمنيشن الليفز. ويتشوف اينا نتشد لهم. دي سهل قوي. زي بلانت جيت ريت اوف اوكسين جاز زيت رزالت فروم فوتس سنسس باي ايه? الجاز عموما بيتخلص منها بالديفيوجن. تمام? فاش مشكلة ده جاز اصلا. ترانسبراشن ووتر اس الماء بتاع تمام. 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 لأ طبعا. هل النبات ما بتحكمش معادة دي تبقى كارثة. لازم اللي بتحكم عشان دي اللي بتزبط دارة حرط النبات دارة يعني عايز يبرد النبات يبتدي يفقد مياه كتير. اه لا النبات كويس يبقى يفقد مياه لا يلا. يبقى دي طبعا متحكم فيها طبعا. عن طريق كمان فتح الاستومتر لان الاستومتر فيها كده حاجة اسمها كده بتتحكم فتح وقفل الاستومتر عشان تزود معدل فقدان المية او تقلل و لا متحكمة طبعا. الاستومتر بتطليف الاستومتر ايه? نشوف السؤال ده رقم تمام. سروق اخد بقى كلمة دي. طبعا استومتر الماشك يوتك الانتكلار دي. الانتكلار دي كانت مكتوب جميل بناها في كلمة فلودي بلانت او وودي ستم. النباتات الخشبية مش العشبية مش الطرية. النبات الناشف كده شجرة كون ناشفة كده هتطلع ايه? المياه فبدي عمل تلاثباليشن كتير قوي. فنقص الافيلابولة الفوتالينزابلان طبعا ففقدان المية او طبعا تعمل دي. نقص اللايت انتنستي? لا ده طبعا لو اللايت لو شدة الضوء. لو شدة الضوء زادت. النبات يفقد مياه كتير في يحصل الكلام دي. لكن لو قل لأ. طبعا لو قلت شدة الضوء يبقى النبات مش هيفقد مياه كتير فهو عمر ما يوصل للحالة دي. زيادة الهوميديتي. لا زيادة الهوميديتي معناها زيادة الرطوبة. معناها ان اللايت طبعا تخيل معاك كده الجو في ووتر فيبر فطبعا اه لو هو الدوء مش هيعرف يوصل بسهولة لورق الشجر. فطبعا مش ترتفع في النبات مش هيفقد مياه اكتر. نقص المياه واللايت نحن اتفقنا خلاص هي نقص المياه بس. نقص المياه فقط هي اللي تخيلنا مات يدبل. لكن اه اللي يعمل كده زيادة الضوء. زيادة الضوء تعمل كده. وطبعا حكيت للهوميديتي شرحناها انه النقص الهوميديتي تعمل الحالة دي. عشان بس اميش الزيادة وكده عكس الاتنين دول. طيب. الووتر فيبر بقس السيروزة استومتا توزي اتموسفير باي ايه? الووتر ده غبي قوي. بسؤال ده ده ما يجيش اصلا. الووتر فيبر طبعا المفروض اي مية بتعدي بالاسموز. بسؤال اكتب لك هنا بخار مية. فالووتر فيبر بخار المية. بيتعامل مع عملية الجازز يعني. بخار مية تعامل مع عملية الجازز في اخرج بالديفيوشن. بس انت ماخدتش معلومة زي ديه في حاجة زي كده ما تجيش اصلا. عشان كده عملت لك على اكس. من في دور لو يخزن شكس. طبعا الجملة دي يعني صعبة جدا. مش انت اخذت مثلا. ان الخلايا بتخزن الصلتس. الانوارجانيك صلتس. ان الد اصد. في شكل كريستالات في الفاكيول او في السيتوبلازم. بتعسلت بمالروت في سيتوبلازم. والستم في سيتوبلازم. والليوس في سيتوبلازم تمه. طبيعي انه هيتخزن. كلهم هيتخزن. يبقى ولا واحد فيهم صح. ماذا حاجة فيه مش هتخزن كله يخزن السؤال ده شبه السؤال اللي فوق لو مفي حد ما فهموش ممكن نركز في السؤال ده كل العام دي تقدل زيادة معدل الترانسفيريشن زيادة لايت انتنس او ركز اه طبعا دي صح هو عايز واحدة غلط خد بالك طيب فتحات الاستومتا اه طبعا فتحات الاستومتا لو الفتحة واسعة يبقى هتعمل ايه هتزود معدل الترانسفيريشن زيادة التمبريتشر اه طبعا زيادة الهوميدي لا ناقص الهوميدي ليه بقى لان الرتوبة لما تزيد معناه الرتوبة بخار مية بقى موجود كتير في الجو فاللايت مش يعرف يوصل للنبات فدركة حارة النبات مش هترتفع فمش هيفقد مية كتير يبقى مفروض ناقص الهوميدي مش زيادة الهوميدي فهي دي الجملة اللي ايه اللي هتتجاوب اللي هل مش مظبوطة 13 مين في الجمل دي مش صحيح عن الترانسفيريشن 13 14 14 15 15 16 16 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 29 29 30 30 31 31 32 32 ايه العكس الترانسفيريشن؟ يعني بص واضح ان الترانسفيريشن لما تزيد العلاقة منهم تقيل . المعد هو الهوميدة عندما تزيد المعد هو الهويميدة توضير الأكسجين نقص الاكسجين ولاذا developers supervisor يعني ما اخدناش الفكتور ده تمام طبعا سؤال برضو زي ده ما يجيش اللي هو معدل في العواصف يعني ما يكون عندك عواصف كتب لك معدل فقدان الماء بيقالي لنتيجة في رتوبة في الويند ولا طبعا اصلا دي لو عندك يبقى عندك مش ترانسباريشن طبعا السؤال زي ده ما يجيش وطبعا الإجابة بتاعت سرعة الرياح وانا ما خدت سرعة الرياح دي في حاجة معلومة دي ما تجيش في امتحان سؤال زي ما يجيش يعني واصلا احنا ايه علاقة سرعة الرياح بالترانسباريشن طبعا مش عندنا حلال الكلام ده مين من الجرافات دي بوضح معدل الترانسباريشن في النبات طبعا معدل الترانسباريشن هل بزيد على طول ؟ بص معي على الضوء اللايت اللي ما بينزل على الهند بيرفع درجة الحرارة واحدة واحدة بيرفع درجة حرارة النبات فبي بكم معدل الترانسباريشن يزيد واحدة واحدة وبعدين بعد شوية بentar bump من طبعا الشمس تختفي بكم معدل الترانسباريشن ب naszym الريت يقل يبقى يزيد till بل الإجابة ب external يزيد till ado حسنا هو بزيد enin لو معدل الترانسباريشن hay هل هيموت في لحظتها؟ لا طبعاً لأن الموضوع ده تدريجي يعني هو معدل الترانسوميشن بيبقى أعلى من الفوتو سينسس يعني النبات بيفقد مية كده على طول وفي نفس الوقت مش بيعمل بيعي فوتو سينس بس قليل خد بالك هل ينمو أكتر؟ لا هو مش بيصنع فوتو أكتر عشان ينمو أكتر فهمت ازاي؟ طيب continue to leave هيعيش اه but will not be able to store food ايوه طبعاً مش هيدا بقابل على تخزين الأكل قوي يعني stop growing gradually هتوقف عن النمو وتدريجي يعني هو مش حكاية التوقف هو مش هيدا يخزن فوتو لسبب لأن معدل الترانسوميشن شغال عادي بس هو الترانسوميشن بقى أعلى شوية فهي دي continue to leave لكن مش هيدا يخزن فوتو قوي يعني which one of the choices in the following table illustrates the changes in transpiration خد بالك دول عشان تفهم السؤال بس حان السؤال ده غبي قوي يعني المعاصر بقى بيستهبل شوي موضوع transpiration مين في دول يأثر على معدل الترانسوميشن لما غريب الترانسوميشن في الحاجاتna ما نتقل السؤال والنمو يخرجي بيستهبل شوي ويعني ركز معك الطريقة الغبيئة عادي بس هي高 vy MOF ظهور起來 الغبيئة ال haul يبقى برضو يبقى نقص الترانسفاريش الترانسفاريشن قليل طبعا سؤال يعني احمق قوي في سؤال هنا بيقولك دول اربع نباتات اللي جايبهم لك دول دا و دا و دا بيقولك مين فيهم هيفقد اعلى كمية من المياه اكيد اللي عنده اوراق كتير يفقد مياه كتير يبقى فيه 36 مفروض بس نكمل عندك دوقات 35 و 30 فرقهم ورقة واحدة تبكمل السيرفسير يا بتعليف مساعد سطح الورقة اللي هي الورقة يعني رفيعة ولا عريضة كده الورقة الاعرض تفقد مياه اكتر فدي بص 52 كان دي 45 بص دي هنا مساعد سطح هنا اعرض يعني خد بالك هنا 35 ورقة كلهم عراض قوي و 36 ورقة عراض بس مش قوي طيب النمبر بستمتل الفتحات بقى اللي هيفقد منها المياه هنا مفروض هنا اي بقى احنا نختار ناسية دي متين خمسة وسبعين ومية وخمسين اكيد طبعا المتين خمسة وسبعين هي اللي ايه تفقد اكتر عشان خروم اكتر موجودة يبقى لجابة الاصحي سي تمام احنا سؤال واحد وعشرين وبقول لك جبنا وحطيناهم فيه جردودية سيلندر في 100 ملي من المياه وغطينا نصرح المياه دي ببرافل عشان نمنع فقط المياه من السيلندر ردي يعني اللي هي الحاجات السابعية اللي انا بيبدي طيب وبعدين اه عرضنا لديفرد كونديشن من الهوميديتي والتمبرتشر مدى 48 ساعة وقاسوا واحد جلاتة واربعة وما قاسوش رقم اتنين فهو عايز بقى رقم اتنين فتعا نشوف الهوميديتي والتمبرتشر طيب ننكز بس مع بعض نفهم فكرة الموضوع ده ايه كلما التمبرتشر تزيد النبات يفقد مية اكتر فالراكم اللي هيتبقى من الميت ميلي هيبقى ليل نركز معايا كده كلما التمبرتشر تعلى طيب ناخد الاول لو التمبرتشر قليلة يبقى كده فكرة المية هيبقى ليل يبقى لازم المية ده تفضل كتير زي ما هي تبقى قريبة من ميت ميلي طيب يبقى لازم نتكلم مع التمبرتشر لو زادت يبقى يفقد مية كتير يبقى المية الميت ميلي دول هيقله هيقله جامل طيب لو التمبرتشر قليلة زي خمسة مثلا كده لا زي خمسة يبقى فكرة المية هيبقى ليل قوي فالمئة ملة سيفضل اغلبها اقل بسيط هذلك تغيير المدة التواصل الى الرطوبة هو نسبة بخار الماء الموجود في الهوى لو نسبة بخار الماء قليلة النبات الايط يعدى والنبات يفقد الماء كثير لكن لو مرة مرة عالية يعني يوجد بخار الماء كثير واللهايت لا يستطيع عالية فهذهها تبلد الماء كما هي موجودة وعشان كده انا لاحظ معي في رقم 3 مثلا هتلاك أن رتوبة عالية على ذلك الدراج пользовرنا للتكامل على الرتوبة تحراجد الد Обي ولم يرى بأن هذا تلك نحوه درجات حراره Silicon قبل شراختير نحن قولا بعد الدرجات Oczywiście reinice نحن لاً خلال هتحراجع نحن اتكلم كانت الرتوبة عالية ولكنت لأنها تحراجعة خمسة وستين فقط سويا خمسة وثلاثين هنا عمل لوز هنشوفك مع بعض هنا لوز فايف ميلي هنا لوز خمسة وثلاثين ميلي هنا لوز خمسة وعشرين ميلي ازاي بقى الرتوبة الليلة الرتوبة الليلة اه يعني بغير ما يقدر يعدي ودرك الحرارة الليلة طبعا هي عشان ممكن يفك تخيل لما تكون والوز الارتوبة الليلة هنا اه وطبعا دي حاجة مناسبة كده لفقد ميا يفكي � нашير مياه هنا بس درجة الحرارة مكنتش عالية في الوقت حظوه من درجة حرارة مكنتش عالية ففقد كم خمسة وعشرين ميلي فقط تب ايه اللي يحصل بقى لو كاتر رتوبة الليلة ودرجة الحرارة العليه ده معناه رتوبة الليلة يعني اللبات هيقدر يفقد اللايتي يعدي وهيرفع درجة الحرارة نinski فهيفقد مية وكمان درجة حرارة 25 اعلى من خمسة مش بارد ولا حاجة 25 دروم تم بريتسور هيتحرارة مرتفعة يعني الحمسة فالنبات معدل فقدان المية عنده هيبقى اصرح حاجة فيهم هما كلهم فلما النبات يفقد مية كتير يفقد مية كتير هيفقد مية كتير هنا يبقى نسبة المية ميلي دول هيقله قوي يبقى لازم ده يكون هنا اللي هيتبقى في الاتسريندر ده اقل رقم ليه لانه اعلى فقدان المية الرتوبة الاقوي ودرجة الحرارة عالي اوى فانه لا تفقد مية كتير يبقى لازم رقم يكون قليل اقل واحد فيهم اقل من 65 لازم رقم ده يكون اقل من 65 فاختار رقم اقل من 65 تعاني شو بقى الاختيارات اقل من 65 هي دي الاجابة ولا بين 75 لا ولا بين 65 و 75 ولا اعلى من 65 لا طبعا هو لازم يكون رقم اقل من 65 سؤال غابي طبعا بس يعني دينا يعني نفكر في مع بعض نشوف السؤال اتنين وعشرين جايب لكلم عن دي اجرام اللي جايب بعد كده يعني الخامسة ده هم فيه مية الغطو سطح المية هنا بطبقه من الزيت وهذا طبعا عشان تمنع فقدان المية الفقدان المية تبخر المية من سطح البيكر نفسه. فالنبات لو يفقد يفقد من عن طريق النبات نفسه يعني. طيب. فجم مسلا في بلانت آآ دا ليفز والريمود فرون بلانت دي. بلانت دي ده. شالوا منه الاوراق. فطبعا النبات ده اقل النبات هيفقد مية عشان ما عندهوش ليفز. انه معزو المية بتفقد عن طريق ليفز. في بلانت بيل ابر سيرفز كابرد في بزلين. وبلانت سيلور سيرفز كابرد برضو في بزلين. يبقى بيل السطح من فوق متغطي بطبعة بزلين. فطبعا هقدر فقدان المية من فوق. وبلانت سي سطح السوفلي هو المتغطي ببزلين. طيب. بلانت اي والاكسبوستو سرنج لايت. طبعا بلانت اي اتعرض للايت شديد. فده معنا نفقد مية اكتر حاجة. وايه واضح ان هو ما عملش في اي كنترول ما همتحكمش في اي حاجة يعني. ده بيكرز وليفت فور فيو اي بتدوا يقيسوا وزن النباتات يعني. اقل اه اعلى نقصان في الوزن. طبعا اكيد اي. ليه اي? لانه طبعا المية بتفقد كتير منه فهيفقد مية كتير فيبقى وزنه قليل. تغير في الوزن هيكون اقل شيء. تغير في الوزن اقل شيء. اه. تغير في الوزن اقل شيء اكيد دي. طبعا لانه ما فوش اصلا فقدال مية كتير. اللي هيفضل في اطور فترة ممكن لا اكيد ايه طبعا عشان ما عملناش في حاجة. طيب. ما عملناش في حاجة طبعا اكيد ايه? برضو لانه ما غيرناش في اي حاجة خالص. وطبعا كلمة دي هنا ممكن تتفهم معنى تاني يعني اللي مقدرش تحكم فيها ممكن واحد يجاوبها انها ايه? على اعتبار انه مش هقدر تحكم في فقدان المية فيه ان ما تحفقد بها كتير يعني. بس وقال دي يعني ما عملش في اي حاجة خالص يعني. الفرق ايه? طبعا اكيد اعرف فرق في الوزن بين دي و ايه. لان ايه بتفقد شيء جدا دي مش بتفقد خالص قوي يعني. فطبعا اكيد فرق بين دي و ايه هيبقى كبير جدا. في الرأس ما اللي جايب بعد كده بيقول لك اه طبعا اللبات بالليل بيبقى زي وزينا. يعني بياخد اكسجن ويطلع فانا عايز اشوف النبات وهو آآ بيعمل بس جوه النبات بقى مش برا. فالسهم اللي مش تاور الوحيد بيه هم. تاور اه الاكسجن هنا بص طبعا الاسهم. الاوانية مساهمة هنا. والاكسجن طبعا بيطلع عن طريل بيدخل او يخرج عن طريل استومات. فهنا طبعا عامل عن طريل الابديرميس. وده مصطحيح هنا عامل آآ داخل من الباليسيد. هنا من الباليسيد للسبونجي. فطبعا يا اصحة واحدة طبعا هي بيه على اعتبار ان الاكسجن بيخش عادي عن طريل الفتحات في الايرتشامبل وبعدين يخرج برضو الكربون ناكساد من هنا. طيب جينا هنا جايب آآ جدوة بيوضح مع معدل امساس المية ومعدل التبخه. اكيد طبعا ان آآ هنا مسلا تسعى النبات بيمتص مية كتير وبيفكد قليل طبيعي. بيمتص كتير ويفكد قليل. بيمتص كتير ويفكد قليل. بيمتص اكيد طبعا اخر واحد. ليه لان النبات امتص سبعتاشر بس فقط تسعتاشر فاكيد هيفكد وزن طبعا من هنا فقد اكتر. اللي فيه اقل نسبة من المية. ازاي لان بتاع الروت اكيد طبعا في مية. ازاي لان بتاع الاستين في مية. بتاع اللي في الخلايا فيها مية. لكن طبعا التشامل دي تحت الجازز. طبعا اقل حاجة فيها مية. هنا جايب آآ بيوضحه معدل وضغط المية جوه. تعال نشوف كده عايز موضوع. تعال نشوف هنا مسلا. هنا عند اربعة. عند اربعة واضح ان معدل فقدان المية بيزيد. طيب هنا عند اربعة ما فيش فقدان للمية. يعني المية كلها موجودة. فطبعا ضغط المية كان عالي. ليه? نبات ما فقدش مية بص. عند اربعة هنا. وعند اربعة هنا. عند اربعة هنا النبات ما فقدش اي حاجة لسه. عند اربعة هنا ضغط المية جوه النبات طبعا عالي. كل ما نبات ابتدى يفقد مية بالترانسباريشن ابتدى الضغط المية وكمية المية جوه الخلايا تقل فابتدى ضغطها يزيد. يبقى واضح ان العلاقة بينهم يعني كل ما البروتر بيقل كل ما معدل ايه? يزيد. فالعلاقة بينهم ايه? حتى بين هنا عند اربعة قليل عند اربعة هنا نشوف سؤال 27 يقول لك فتاق روبا في to measure the rate of transpiration. It was chosen four symmetric leaves أربع أوراق يعني متسبهين where the upper surface of leaf number one and lower surface of leaf number two and upper lower surface of leaf number three were covered with vaseline separately while the leaf number four was left as it was without treating which of the following choice represents the rate of water loss from the previous leaves from highest loss to lowest one. إذا قام بعمل إيه؟ لقد جاء بورقة الأولانية وغطى سطح الأولانية ب vaseline الثانية غطى سطح الأولانية من تحت الأولانية السطح المنفوق ب vaseline والثانية سطح المنفوق ب vaseline والثالثة من فوق من تحت وغطها ب vaseline فطبعاً دي هتبقى مزدودة بقى كل المسامي اللي هي الاستمتة كلها مسدودة فرقم ثلاثة فأقل واحدة في الفقتان هتبقى رقم ثلاثة وعايز رتبهم من الأعلى للأقل يعني اخر رقم يηكون رقم تلاتة. دي الاقل واحدة التفقد اللي هي رقم اربعة اربعة يعني ما عملكش حاجة gear فاللي هتفقد مية في ه rich جدا هي رقم اربعة. وهيبقى الجابة لازم تبدأ باربعة وتنتهي ب تلاتة اربعة اكتر واحدة هتفقد مية وتلاتة اقل واحدة تفقد مية فاربعة وتلاتة هتبقى الاقل الى هية دي. تمام? دي اهو اربعة واخر حاجة تلاتة دي اجابت سؤال سبعة واشدينة تمانية وعشرين لما هنلقي النبات دلوقت من الدارك للسنين طبعا ما دان بقى في شمس يبقى النبات يعمل فوتسنس كتير ويعمل ترانسباليشن ويفقد مياه كتير فالفوتسنس هتزيد وترانسباليشن هتقل الدي تقل ودي تزيد الاتنين يقلو طبعا الاتنين يتزيدو ليه؟ لانه نبات يتبقى فيه لايت كتير فيقدر يعمل فوتسنس ويقدر برضو بيفقد مياه نتيجة اتفاع دلوقت حرارك شوف تسعة واشتين لو مفيش ايرت شامبر والمفروض طبعا انه المياه بتوصل لها قبل خروجها على طويل من الاستومتاء يعني فطبعا تخيل معايا بقى لو مفيش ايرت شامبر الاستومتاء هيقف زيادة دول كلهم طبعا ملتبطين بحدوث يعني فلو مفيش ايرت شامبر ما بتخرجش بالترانسبيريشن يعني مفيش تلات دول مش يحصلوا اما الكوتيكيل مالهاش علاقة سواء الكوتيكيل موجودة او مش موجودة مالهاش عكده كده الكوتيكيل بيفقد مياه يعني فالنقطة دي هي الغريبة عنهم شوية يعني فطبعا هنختار دي لشانه بقولك يعني مش هتحصل مين في دول تفقد اعلى كمية من المية كده طبعا واضح ان هي سي عشان السيرفس ايريا بتاعها عالي اعلى اعلى سيرفس ايريا يعني او اكبر سيرفس ايريا بتاعها في الفيجرة الدعمال ده احتانية التجربة دي تكن موجودة احط نعرض النبات ارف اكبر عشان تعرض استبدال ايي طبعا لا اه طبعا هيبقى فيه الكسافة بتاعيته ما يختلط الاتنين دول مع بعض طبعا اهو باتقيل مش شده تتحرك فطبعا مشكلة انما الميركري في ميزة ان هو ما بيختلطش في فارف الدرس ما بينه وبينه وبينه المية فما بيحصلش اه اختلار بيبدل يسحب المية وليه يبدل المية لوحده والميركري بيبدل لوحده فطبعا سي هي اللي ايه اللي غلط شوف رقم اتنين حيث ينكريز بتينيقف المية وليكود اكس اه اف زا نباب لابا لما النبات يكون في اه لايز اقل يبقى فقدان المية هيبقى اقل اعلى ليبل ازيه انكريز with the same the high the high ليبل دي زا هاي ستاو او زا هاي مش عارد دي زا هاي ليبل انكريزز with the same rate لا طبعا طبعا يعني هو هيبقى في زيادة كده كده لو انت ستبته هبقى فيه اه انت انت دلوقتي استبدلت ده باقليه باقل هيحصل اتفاع للمية بس بمعدل اقل هو يحصل اتفاع المية اه بس بمعدل اقل فالاجابة اتنين دي هتبقى بي تمام اتنين وتلاتين انت غرقت الليفز في برافن اويل انت غرقتها في برافن اويل وطبعا دي انت كده لغيتها خاص انت قفلت كل الستومتا فمشي بقى ما موجود اصلا بالنسبة لسؤال تلاتة تلاتين جاي منها زي بكنا نجي في اكسبيرمينت وزن اللبات كان اتنين ونص كيلو جرام بعد نشر ساعة عايز اقدي ايه بس اقتنا نشر ساعة في اللايت وبعدين نشر ساعة في الدارك طيب معروف النبات لو كان وزن اتنين ونص كيلو جرام وحطته في الشمس كتير ايه درجة الحرة عالية هيفقد مياه كتير يبقى وزن واقل قوي هتقلل في الدارك وزنه هيقلل بس مش قوي فتعال هنشوف بقى الارقام مفروض اختار في رقم اتنين وتلاتة عايز ايه الوزن بتاع اللبات في حالتين اتنين وتلاتة يكون اقل رقم يعني مسلا انت شوف كده اتنين وهنا جاتب ايه لازم يكون رقم اقل من اتنين ونص فكده انا هستبعد بي طيب هستبعد بي بقى اي مين قدامي بقى ايه يا اما ايه يا اما ايه يا اما دي طبع ميل اقل سي ودي بقى اللجابة يا سي دي ان هو يقل قوي طيب رقم تلاتة رقم تلاتة لو فروض حطته في الدارك هيفكت بس مية قليلة مش كتير يعني رقم قريب من اتنين وتلاتة طبعا مش هيبقى الاتنين زي بعد ابدا في الدارك زي كده زي اللايت طبعا هيفكت هنا في الشمس مية كتير واعدين يقل يقل شوية بس بسيط فهيبقى الاصح ايجابة هي سي تمام فكده هيبقى الاجابة دي سي كده خلصنا اسألة اللي تشوز وان شاء الله نكمل مع بعض الايه الاجزاء اللي جاية بازن الله سبحانك الله محمدك شويل للان سأخيرك واتوب اليه اشتركوا في القناة